رغم كل ما يشاع من توتر بين كيان الاحتلال وحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا إلا أن كواليس العلاقات بين الطرفين تقول عكس ذلك موقع المصدر العبري كشفا عن أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا في ازدياد ويبلغ حاليا أكثر من أربعة مليارات دولار سنويا مشيرا إلى أن أردوغان أرسله في شهر نيسان بعثة تجارية إلى تل أبيب هي الأكبر في تاريخ العلاقات بين الجانبين وعلى الصعيد العسكري كشفا موقع ديفنس إسرائيل أن يقاب عن أن قوات الاحتلال بدأت بتسليح الجيش التركي بأحدث المنظومات القتالية من صواريخ وقنابل وغيرها ولفت الموقع أنه على الرغم من الخلافات السياسية الظاهرة شكلا بينهما منذ ست سنوات إلا أن البيانات تكشف أن التصدير العسكري من كيان الاحتلال إلى تركيا كبير جدا حيث تجاوز 3.5 مليار دولار منذ 2012 وأشار الموقع إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يزود تركيا بطائرات دون طيار ودبابات متطورة وأنظمة لجمع المعلومات ويساعدهم على تطوير العديد من المقاتلات من نوع فانتوم 4 مضيفا أن الصناعات الجوية الإسرائيلية طورت 54 طائرة فانتوم تابعة لسلاح الجو التركي بتكلفة بلغت 700 مليون دولار